رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة والإدماج للشماعي التحديات والآفاق كان هذا العنوان الأبرز للورشة الجهوية التي احتضنتها قاعة نادي جامعة القاضي عياض بمراكوش صبيحة هذا اليوم تحضيرا واستعدادا لمنافسات مراكوش المفتوحة الدولية لرياضة التينيس على الكراسي المتحركة هذه الورشة جاءت من أجل العمل للجانب الحقوقي والجانب النضالي من أجل إندماج الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق الرياضة كيفما كان عرفوه الكوتي سبوغ الجانب الرياضي الهدف منه في البطولة الدولية مراكوش أوبن هو تحقيق الكلاس مو يتحسن بالنسبة لللاعبين لكن كل الهدف ديال الجمعية يكون جانبها واحد تحسيس وتوعية بالأهمية ديال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة الرياضة اليوم هي حق أساسي مش فقط واحد النشاط اللي تنطموه ما أجل النوغش بش يكون موازي أو عادي ولكن هو اليوم تنظر على الحقوق الأساسية من بينها الحق في ممارسة الرياضة وتشجيع الممارسة الرياضية لجميع الفئات الأشخاص في وضعية إعاقة ذلك المبتغة ديال هذا اللقاء وكذلك النقاش اللي كان هو أن ضرورة الفاعلين يعطيه واحد العناية كبيرة تشجيع رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة فشنقول له تشجيع أن يجب أن يكون بنيات والوجاة يكون كذلك دعم ويكون كذلك احتضان بطولة مراكوش المفتوحة الدولية للتنس على الكراسي المتحركة ستشهد انطلاقتها ملاعب النادي الملك للتنس بمراكوش يوم الخامس من شهر يوليوز المقبل وإلى غاية السابع منه حدث يعد ملتقا رياضيا لقرابة 14 دولة إضافة إلى المغرب البلد المنظم حدث رياضي دولي بامتياز ارتأى من خلاله القائمون على التنظيم جعله مناسبة مواتية للوقوف على الجانب الاجتماعي والتوعوي للتعريف برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق مجموعة من الورشات للوقوف على مستجدات الميدان هذه الدوري التي نرى كرافعة لإدماج للأشخاص في وضعية إعاقة والرياضة بصفة عامة لا يخفى على أحد أن الرياضة هي عنصر مهم في الحياة للإنسان ما لها من تأثير لها نفسي ولا بدني على الأشخاص وخصوصاً أشخاص في هذه الساعة عقال حقاش تعزز القدرات دولهم تعزز التقاف النفس تساعدهم على أنهم يندامجوا في الوسط دولهم خصوصاً أنه باش كتمرس رياضة كتمرسة في إطار فريق يعني واحد مجتمع مصغار ومتما كيساعدك على اندماج بصفة عامة الجميع أكد أن هذا الولوج التافيه هو يعني واحد يدخل في إطار الاحتياجات الأساسية ماشي تكميلية لأنه هاد الأنشيطة هدي هي اللي كتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من تطبيعات داتي ديالهم من يعني تحسين الإحساس بالصوعة ديالهم باش تكون الصوعة ديالهم يعني مقبولة لدى الجامعة تيخص تكون الصوعة ديالهم كأشخاص داتية مزيانة مهلوم أن الرياضة تعد أحد الرافعات القوية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة والتجربة أثبتت تفوق مجموعة من الأسماء البطلة بصمتها لمسار لامعن في البوديومات الدولية مجابهة كل التحديات والمعيقات